السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي ننتقل اليوم إن شاء الله مع المحور الرابع وهو Sinesuidel Steady State Analysis الهدف من هذا المحور الرابع هو أولا سوف نتعرف في الجزء الأول إلى Sinesuidel Source إما Voltage أو Current ثم سوف ننتقل بعدها إلى معرفة Passive Element في AC بعدما تعرفنا على الريزيستر سوف نتعرف الآن على Passive Element في AC وهما الاندكتور والكاباسيتنس الملف والمكثف ثم بعدها كما رأينا قانون الكيرشوف في DC سوف نطبق قانون الكيرشوف بنوعيه يعني الكيفي أل و الكي سي أل كيرشوف فولتج لو و كيرشوف كارنت لو في الفريقونسي دومل ثم كذلك كما رأينا التقنيات الخمسة مع DC سوف نطبق هذه التقنيات وهي طريقة النوت طريقة المش السوبر بوزيشن طريقة السورس ترانسفورميشن و قانون الثيفنين كيف سنطبقها مع الدارات الكهربائية في التيار المتردد إذن نبدأ إن شاء الله مع الجزء الأول لهذا المحور الرابع وهو السينزويدل سورس في هذا الجزء إن شاء الله سوف نتعرف من خلال السينزويدل سورس كيف نتعرف على الفريقونسي F وبالتالي كذلك البيريد T كذلك سوف نتعرف على الأنجلر فريقونسي سنسميها أوميغا سنتعرف كذلك على البيك فاليو أو المكسيموم فاليو للسينزويدل الفولتج أو سينزويدل كارنت كذلك سوف نتعرف على الارمس فاليو يعني روت مين سكوير فاليو والتي تشتق من البيك فاليو ثم سوف نتعرف على الفيز أنجل للسينزويدل فولتج أو سينزويدل كارنت إذن السينزويدل سورس ممكن تكون فولتج أو كارنت كلاهما يعطيني جهد أو تيار يتغير مع الزمن سينزويدل نستطيع التعبير على هذه الفانكشن بإما سينفانكشن أو كوسينفانكشن لكننا سوف نعتمد في هذا المقرر على كوسينفانكشن وحتى إن جاءتنا في بعض التمارين سينفانكشن لمصدر الجهد أو لمصدر الطيار نستطيع تحويلها إلى كوسينفانكشن عن طريق هذه المعادلة والمعادلة التي تترجم لي فورتج سورس في الطيار المتردد أو كارنت سورس في الطيار المتردد تكتب هذه المعادلة على هذا الشكل هذه المعادلة إذن تحتوي على إذن أول شيء V of T يعني الجهد مع الزمن عكس الديسي والطيار أو الجهد ثابت هنا الجهد متردد AC فانكشن عن طريق الكوسين فانكشن نلاحظ هذه المعادلة فيها أولا VM والمقصود بها الامبليتود أو الماكسيمون فاليو أو البيك فاليو لمن لهذا الجهد كذلك عندي في هذه المعادلة للجهد عندي الأوميغا وهي تسمى الأنجلا فريقونسي بالرادية باي سيكند وهي تساوي 2 2 2 باي F الF هذه هي الفريقونسي وهي تساوي مقلوب ال period للجهد أو الطيار وأخيرا عندي رمز آخر في هو الفيز أنجل لهذا الجهد فريقونسي